فقدت المدرجات الرياضية في اليمن سر بهجتها أضحت هذه الجماهير موزعة في الجبهات وخلف متاعب ومتطلبات الحياة أما أولئك الذين كانوا يشعلون الفرح في قلوب الجماهير فقد اختفوا ولم يتبق منهم غير الصور القديمة والذكريات اللاعبون الذين كانت المدرجات تردد أسماءهم أصبحوا في مهام جديدة تخسرهم الملاعب وتكسبهم الحرب وفقا لسام الكاف الحاصل على وسام الاتحاد الأسيوي للكتاب الرياضيين فإن من بين من خضوا القتال كانوا لاعبين معروفين في أندية عدد وهي المدينة التي فقدت عددا من لاعبيها ففي عام واحد غادرها كثيرون ممن عرفهم اليمنيون الكابتن محمد سعيد الذي قتل على أيدي قناصي الميليشيا في كريتر كما ودعت الجماهير الرياضية في العاصمة الموقتة محمد أحمد علي الذي قتل في معارك المخى مع أربعة من رفقاء البنادق قبله كانت تعز تودع نجم نادي الشعب صنعاء اللاعب علي غرابة إثر إصابته بطلقات قناص في صدره حاول الأطباء إنقاذه لكنهم فشيلوا ستعود الملاعب وترمم المباني لكن الجماهير لن تنسى أولئك الذين كانوا يوما نجومها ولم يكملوا الطريق بل ساروا في درب آخر مجبرين